ترجمة نانسي قنقر أعزائي الأطفال نراجع أو نتذكر الأعداد التي درسناها سابقاً ولنبدأ مع قطار الأعداد في كل عربة تحمل عدد إذن العدد الذي أمامكم هو واحد وهذا اثنان وهذا العدد ثلاثة أحسنتم وهذه العربة يا أطفال ما هو العدد الذي تحمله؟ أربعة أحسنتم وهذه العربة البنفسجية تحمل العدد خمسة وهي أيضاً تحمل خمس إجاسات وما هذا؟ ماذا تحمل هذه العربة؟ العدد ستة أحسنتم أحسنتم؟ نعم هذا العدد سبعة وهذه العربة وهذه العربة الحمرة التي تحمل الموز عليها عدد ثمانية وما هذا العدد؟ أحسنتم أحسنتم هذا العدد تسعة وتعرفنا عليه في الحصص السابقة وما هو العدد الأخير؟ الذي سنتعرف عليه اليوم والذي تحمله العربة الصفراء التي تحمل أيضاً ثواكه الفرولة هو العدد؟ نعم نعم عشرة إذن تعرفنا على ضيفنا اليوم هو عدد عشرة انظروا إلى هذا الطفل الصغير مثلكم خرج إلى الحديقة ليتنزه وأمامه انظروا عدة زهرات كل زهرة تحمل عدد من واحد إلى عشرة وانظروا كيف تكتب عشرة العين أول الكلمة حرف الشين وحرف الراء وحرف التاء المغلقة عشرة أحسنتم إذن لاحظوا هنا أصدقائي كل مجموعة تحملوا عدد عشرة الأولى بها سمكات وعددها عشرة المجموعة الثانية فيها أيضا مرتبات وعددها عشرة أيضا وهنا أين تجدون أو ترون اللون الأصفر هناك اليد اليمنى واليسرى وكل يد تحمل خمس أصابع لنعد معا نبدأ من عدد واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة اليد الأولى اليد الثانية اليسرى نبدأ من عدد ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحسنتم إذن أعزائي الأطفال أمامكم عدد عشرة كيف يكتب واحد وبجانبه سفر إذن لنبدأ مع الخط المائل من عدد واحد نربطه بعدد اثنين ثم ننزل به إلى الأسفل خط مائل ثم خط عمودي ثم العدد سفر نتبع السهم ننزل به إلى الأسفل ثم نرجع به إلى عدد واحد وهكذا تحصلنا على عدد عشرة إذن أحبائي معكم ورقة بيضاء وقلم أو لوحة إذن لنكتب معا حدد حشرة لنبدأ مع واحد خط مائل ثم خط عمودي ثم نكتب السفر نعم أحسنتم إذن ما رأيكم أعزائي الأطفال ماذا تشاهدون هنا؟ نعم دع سوقات لونها أحمر جميل ومنقطة بنقاط سوداء لكن هنا أريد مجموعة تحمل عدد عشرة نعم أحسنتم أنتم أذكياء وضعتم عشرة دع سوقات في خط مغلق لنعدها واحد اثنان ثلاثة نعم واصلوا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وخارج المجموعة دع سوق واثنان أحسنتم تلاحظون أعزائي هذا الأرنب الجميل رمادي اللون نساعده في هذه اللعبة هناك أعداد واحد ثلاثة ستة وثمانية لكن تنقصوا أعداد داخل المجموعات ليصل إلى الشجرة ما رأيكم أن نساعده ونكتب الأعداد الناقصة في المجموعات مع بعضنا البعض إذن أحسنتم لقد كتبتم الأعداد الناقصة باللون الأزرع وهكذا ساعدتم الأرنب ليصل إلى الشجرة كتبتم عدد اثنان وأربعة وخمسة وسبعة وتسعة وعشرة وهكذا كل مجموعة تحمل عدد أحسنتم من واحد إلى عشرة ليصل الأرنب إلى الشجرة ويختبئ تحت ذلها إذن أعزائي الأدفال ما رأيكم لنتعلم معا وننصد جيدا إلى هذه الأغنية التي تتعنى على الأعداد من واحد إلى عشرة أهلاً أهلاً بالأعداد هيا رديدوا يا بنات ويا أولاد معنا عدوا عدوا أهلاً أهلاً بالأعداد هيا رديدوا أهلاً يا بنات ويا أولاد معنا عدوا عدوا هو ربي أثنان أمي وأبي واحد هو ربي أثنان أمي وأبي ثلاثة هم أصحابي أربعة هم إخواني ثلاثة هم أصحابي أربعة هم إخواني خمسة أصابع يدي خمسة خمسة أصابع يدي خمسة ستة أصحو من النوم أتناول طعام الإفطار سابعة أذهب للمدرسة في موعدها باستمرار ستة أصحو من النوم أتناول طعام الإفطار سابعة أذهب للمدرسة في موعدها باستمرار تمانية يبدأ الدرس وأركز أحفظ أفهم 9 أنا مع زملائي نتعاون كي نتعلم 8 يبدأ الدرس وأركز أحفظ أفهم 9 أنا مع زملائي نتعاون كي نتعلم 10 يصفقون لي 10 يصفقون لي وأنا بدور أعزاء الأطفال أصفق لكم جميعا لأنكم أبدعتم وتابعتم الدرس باهتمام وتركيز تام أحسنتم وأطلب من الله أن يجعلكم شمعة مذيئة للعلم ما بقي لي إلا أن أقول لكم إلى اللقاء دمتم في رعاية الرحمن وحفظه وإنني أحبكم كثيرا إلى اللقاء